الله، 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 الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رسقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم جولة أخرى في سورة النحل يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي تلوناها موضوعا آخر أو وجها آخر سيئا من وجوه الكفر والشرك تلك الوجوه السيئة التي كانت تسود الجزيرة العربية وبعض المناطق الأخرى منها أنها كانوا يقولون بعض الحيوانات أجل لكم الله لله وبعضها لأصنامنا وحتى عندما كانوا يذبحون يقولون هذا نصيب الله طبعا هم يأكلون وأنه يعطن لأحد هذا نصيب الله وهذا نصيب أصنامنا ويقال أنه كانوا يأتون بهذه الذبائح ويجعلون دماءها على الأصنام هذا من باب المسألة أنه بعض الناس يسألوننا سلام عليكم هل أن هذا صحيح أنه عندما نشتري سيارة مثلا نجيب ذبيحة أو ما أدري دجاجة شنو نذبحه ونخلي الدم على هذا ما وارد في الشريعة ويمكن أنها آثار باقية من أيام الشرك يمكن واحد يذبح ذبيحة يوزح على الفقراء أو يذبح دجاجة يوزح على الفقراء أما أنه يجيب ويلطخ السيارة أو البيت بالدم ما هذا ما وارد نعم إذا جاب ذبيحة في داره وذبحها ما في إشكال ولكن اليوم بعد يمكن صير في بعض البلاد ممنوع أن يذبح واحد فيروح إلى المصلخ يذبح يودي إلى الفقراء هذا من باب التذكير فهؤلاء من سوء ما كانوا يفكرون هذا الشيء كانوا يفكرونه بعد شنو كانوا يفكرون بعد كانوا ينسبون أن الملائكة هي بنات الله وإلى الآن هذا المفهوم حتى في الرسوم وارده وارد لمن يريد الرسام يرسم ملك يرسمه بشكل بنت مثلا بنت جميلة هذه موجودة في بعض المتاحف هذا أيضا تأثير تلك الأفكار التي كانت سائدة في الجزيرة العربية أو في الدنيا عموما كانوا يقولون أن الله له بنات من هم هؤلاء البنات؟ الملائكة بالشكل كانوا عندهم شرك بهذا المعنى في هذه الآيات التي تلوناها يفند الله هاتين المقولتين المشركتين بعدين يعرج سبحانه وتعالى على قضية وعد البنات هذه القضية التي حقيقة واحد عندما يقرأ القصص الواردة في كتب العرب في تاريخ ما قبل الإسلام يقشعر بدنه أصلا البارحة شفت في الرواية أن فلانا أتى إلى رسول الله وقال يا رسول الله لقد ولدت لي الآن نسيت ثمان بنات أو تسع ما أدري ثمان بنات مثلا وكلهن دفنتهن بيدي بعدين سافرت وكانت امرأتي حامل لما رجعت نسيت أن هذه المرأة صارت حامل فرأيت بنتا بعد سفتين ثلاثة مثلا رجعت من السفر شفت بنت بالبيت قلت لزوجتي هذه منه قالت هذه بنت جاراتنا جيراننا عندهم بنت جاية تلعب في بيتنا هذا موجود في الكتب الموثوقة قلت لها يعني مو إليش قالت لا مو إلي أنا بعد يوم يومين شفت هذه ما راحت هو دا ينقل القصة لرسول الله شفت البنت ما راحت هاي شلون بنت الجيران اللي تبقى في بيتنا إلى متى يعني منا منا ضربت زوجتي أو نهرتها فاعترفت قالت نعم أنا كنت حامل وإنت روح من راحت الله رزقنا هذا البنت فلم أنم شوفوا هذه العبارة فلم أنم إلى قرابة الصبح ما نمت ليش ما نمت من ضجري وغضبي أنه ليش أنا عندنا بنت إلى آن قريب الصبح قمت زوجتي كانت نائمة أخذت البنت وديتها إلى بقى أنا لما أريد أقول أستحي أقول ولكن هذا هو لازم نشرح الأمور حتى تبين شنو كانوا الأمة العرب غير العرب شنو كانوا وكيف أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنقذ هذه الأمة من الخرافات ومن الجرائم ومن الجنايات المهم أخذتها الصبح صار شوية يعني ضياء فقلت لها صار مثلا خمس سنوات أربعة سنوات عمرها قلت أحفري هي مكامة تحفر ويايا أنا أحفر وهي تحفر إلى أن صار شوية حفرة زايدة فصار تراب على لحيتي على وجهي من شدة حبها مسحت بيدها وجهي البنت مع ذلك لم يرق له قلبي لها قلبي شنها القلب القاسي يعني فوضعتها في الحفرة ودرت تراب قامت تصيح بابا شتا تسوي مثلا بتعبيرها رسول الله صلى الله عليه دمعت عيناه الرسول قام يبجي شنو هالقساوة يعني المهم لسه إن شاء الله يمكن تاب الله تاب عليه ما أدري بعد هذه كانت عاداتهم في تلك الفترة طبعا أتصور أنا شارح لكم ليش كانت هذه العادة كانت هذه العادة لأجل أنهم يكانوا في الحروب العشائرية التي تقع بينهم أو بين المدن وبين القبائل كانوا يأسرون البنات تصير أسيرة عند قبيلة وعندما يبدأ الصلح بعد سنوات البنت اللي كانت أسيرة بعد ما ترجع تشوف أنه في تلك العشيرة وضحها أحسن مثلا فهذا كان نوع من الذل يحس الأب يعني فقال أوه إحنا من بقي البنات هذا دليل الدليل الآخر أنه إذن لما يعملون نحن نريد شخص يعمل الولد يعمل والبنة تاكل بالبيت مثلا وهذه كانت أمور هم المشريكين طبعا مو كل العرب أنا قرأت تاريخ وقد البنات شوف بنو هاشم خو مبرؤون عن كل عيب أكو كتاب يشرح حالات العرب قبل الإسلام والكتاب مكتوب من قبل السنة يعني تاريخ العرب يقول بنو هاشم هي القبيلة الوحيدة التي كانت مبرأة أو مبرأة وطاهرة من كل دنس من كل عيب يعني لا الزنا لأن الزنا كان متفشي ولا عهر ولا شرب خامر ولا وأد بنات وأد البنات مو كل العرب كانوا بعض العرب كانوا هكذا يعملون طيب القرآن يريد أن يفند هذه الحالة أن يطهر هذه الخرافات من الأمة العربية أو من الناس العرب وغير العرب أنا عندي تعليق هنا تعليقي أنه اليوم شنو اليوم ماكو هس الحروب والقتال ما علينا به شنو صار هالسنوات الماضية اللي شفتوا في الأفلام وما أفلام المرأة عموما لم تكن لها كرامة عند العرب وعند العجم سابقا المرأة تعتبر جنس غير محترمة كأنها لم تحترم وكنا هناك قصص وحكايات كثيرة حول عدم احترام الناس للمرأة في كل الأمم كانت مو بس العرب حتى عند الإيرانيين حتى عند الروم حتى عند الأوروبيين اللي صاروا مثقفين إلى سنوات سابقة كانوا يهينون المرأة الإسلام أتى وأعطى احترام للمرأة اليوم أيضا رجعت بشكل آخر شلون استغلال المرأة المرأة التي يجب أن تكون ريحانة وتكون أم وتكون مربية وتكون لها كرامة في المجتمع الآن كل الدعايات التي الشركات يريدون يستفيدون لجذب المشترية شي يفعلون يجيبون مرأة حلوة عثم تعبيركم ويخلون فيلم وخلاعة حتى يجذب المشتري في بعض المدن المتدينة أنا ما أريد أقول وين وأنتم تعلمون كثير منها عوائلنا لمن يرحون إلى التسوق مثلا يتعجبون أن هل ليش هالشكل مرأة وحجاب غير صحيح ومكياج يسألوهم أنه شنه القصة قالوا هم يشترطون أصحاب الدكاكين أصحاب الشركات أصحاب المحلات يشترطون علينا أنه لازم تجين بمكياج ولازم شعر طالع هذا شنو معناته أليس قد نرجع قد رجعنا إلى الجاهلية الأولى احترام المرأة هذه المدنية الحديثة الغربية التي قال أو نحترم المرأة والمرأة لازم لها حقوق وسو رضايا جداً مهمة حقوق المرأة حقوق المرأة هذه حقوق المرأة أن نستغل أو يستغلون المرأة ويذيبون كرامتها ويعتبرونها سلعة سلعة أصلاً أنت إذا تقرأ في هذه الأمور تجد العجائب والفضائح يعني هذا أيضاً رجوع بطريقة أخرى بطريقة أخرى المهم هذه الأمور الثلاثة عالجها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة نبدأ من الآية الأولى ويجعلون لما لا يعلمون يعني المشركون يجعلون لما لا يعلمون الضمير إلماً راجع تفسيراً تفسير أنه لما لا يعلمون لهؤلاء الأصنام من شيء من قدرة هم يدرون هؤلاء ما لهم قدرة خشب تمر حجر هذا تفسير التفسير الثاني لا الضمير يرجع لنفس الأصنام يعني هذا الصنام لا يعلم شيء حجر هذا مدر هذا تراب طين خشب مثلاً ويجعلون المشركون يجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم مثل ما قلت لكم أنه الذبائح كانت تذبح ويقول هذا لله وهذا لله والعزة ومنات مثلاً تالله لتسألن عما كنتم تفترون وأيضاً كانت بعض الحيوانات كانت محرمة عندهم السائبة وإلهة موجودة في القرآن مذكورة خب بأي تشريع أنت حرمت هذه هذا تحريم من غير موافقة ربانية تالله لتسألن عما كنتم تفترون هذا افتراء على الله افتراء على الواقع افتراء على الحقيقة الثاني الموضوع الثاني ويجعلون لله البنات قالوا يقولون الله عند بنت من بنات الله الملائكة هذه من عقائد بعض العرب وبعض غير العرب ويجعلون لله البنات سبحانه يعني الله منزه سبحان مصدر يجب أن تكون كلمة قبلها يعني أسبح الله سبحانه هذا معناته مثل ما تقول أطهر تطهيرا أنزه تنزيها سبحانه يعني أسبحه أنزه تسبيحا ولهم ما يشتهون كانوا يقولون الأولاد الذكور لنا والبنات لله ولهم ما يشتهون بعد الله يستهزئ بهم في هذه الآيات التي سنتلها يقول إذا البنت موزينة ليش تنسبو إلى الله الشيء الموزين حسب تعبيركم يعني حسب تعبير المشركين إذا البنت قبيحة مزرية فضيحة ما أدري ما الهقيمة عندكم لماذا تنسبوها إلى الله وإنت تتبرؤون من البنات وإذا بشر أحدهم هذه الآية أصلا تصوير دقيق بليغ حول حالة العرب قبل الإسلام الذين كانوا يئدون بناتهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى عادة المرأة التي تريد أن تولد يخلوها في خيمة في غرفة اليوم وين في المستشفى أقول لكم قصة لا أستسبعوها عندما كنا في الكويت الله رزقنا بولد تذكرون سمي ناسد علي والآن يدرس ما شاء الله بعد ذلك أيضا رزقنا ببنت هذا كويتي وذيك كويتي بس ما حصلنا جنسية كويتي المهم أنا وعلي ابني كان صغير الله يحفظه رحنا إلى المستشفى ننتظر أنه يجي الخبر أريد أقول لكم أنه هذه الثقافة إلى الآن موجودة مع الأسف ويجب أن تنتهي عجب أن نوخر هذه الثقافة قاعدين بالسيارة أجت هذه الممرضة قالت سيد ما أنه ما أجاك ولد مثلا ما استخجل مثلا أنا بسرعة افتهمت قلت نعم تفضلي قالت يعني صائجة بنت وقلت خش بي هيا الحمد لله بركة هذه قالت يعني أنت مزعلان قلت لا هي مرهة هي نفس اللي تريد تبشرني أو تخبرني هي مرهة فأنت لي أش بعد الشكل هذا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ذكرت هذه القصة وأكو رواية أيضا حفظتها اليوم التي أقرأ لكم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال البنات حسنات والبنون نعمة إذا الله رزقك بنتا اعتبرها حسنة هذه الأبنى الذكور نعمة والحسنات يثاب عليها يعني الله لما رزقت بنت من أول ولادتها إلى أن الإنسان يترك الدنيا هذا يعتبر له ثواب رعاية هذا البنت ثواب لأن الحسنة يثاب عليها والنعمة يسأل عنها الإبن نعمة يسأل عنها ولذلك قال الصادق عليه السلام أنه بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفاطمة عليها السلام أحنا نعرف أن النبي تزوج بخديجة سلام الله عليها في مكة وقد ولدت فاطمة من خديجة في مكة بعد البعثة يعني النبي كان مبعوث وقد بشر بالقرآن لأن 13 سنة بقى النبي في مكة فعند أصحاب أتى شخص وبشر رسول الله أن الله رزقك بنتا اسمها فاطئ طبعا الاسم بعدين نخله فنظر في وجوه أصحابه النبي قام يطالع المسلمين اللي التوى صايرين مسلمين فنظر في وجوه أصحابه فراء الكراهية فيهم يعني كل واحد قال اووو يعني يردون النبي الله يرزق ولد ذكر بس ما اجوا قالوا أن الله رزقك يا رسول الله بنت الأصحاب قاموا يبين فيهم الكراهية في وجوه النبي التفت لهذا الموضوع فقال صلى الله عليه وآله ما لكم ريحانة عن فاطمة يقول ريحانة أشمها أنا أتصور هذه خصوصية كانت لفاطمة لا شك لأن فاطمة ريحانة رسول الله لا شك ولكن أيضا تعليم للمسلمين ذاك اليوم ريحانة أشمها ورزقها على الله ليش تتأثفون لماذا رأيت الكراهية في وجوهكم نرجع إلى الآية وإذا بشر أحدهم بالأنثاء كلمة بشر أي مولود يجي يبشرون الوالد بس يبشر بالأنثاء هذا أيضا بمعنى أنه لازم تعتبرها بشارة ولكن ما كانوا يعتبرها بشارة شي يفعلون ظل وجهه مسودة ظل في اللغة العربية يعني من الصبح إلى الليل من كلمة الظل يعني يبقى إلى آخر النهار وجهه مسود لماذا يجيه مسود من الغضب الإنسان عندما يغضب الدم يفور في بدنه ويبين في وجهه أكثر شي شايفين اللي مثلا يصير عصب يهوا غضب يستولي عليه وجهه يصير أسود هذا مو أسود الدم لما يفور يصير حالة حالة سوداء والوين يبين في كل بدنه بس إننا ما نشوف البدن نشوف الوجه ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني غضبان بس يكظم غضبه يكظم غضبه ما يريد يتكلم يحجي يتوارى من القوم شوف التعبير يعني يخجل يروح يضم نفسه بالبيت حتى الناس لم يشوفوه حالة كانت مزرية يتوارى من القوم يعني يروح يضم نفسه من العشيرة من أقرباء لماذا صارت فضيحة أنه أنا رزقت به بنت يتوارى من القوم من سوء ما بشر به هذا ليس بشارة هذا سوء هذا سيعتبرونه السوء حتى الذي لم يكن يئد بنته يعني يحفر حفير ويدفنها أيضا كان الشكل الآن الشكل بعد أقول لك أن الممرضة كانت تخجل تقول هذه حالات باقية من الجاهلية بلاعكس لازم الحمد لله بعدين أئمتنا كلهم من صلب بنت وهي فاطمة بين بنت رسول الله اللهم صلى الله محمد يعني اتصالهم برسول الله من بنت محمد صلى الله عليه يتوارى من القوم من سوء ما بشرب أيمسكه على هون يعني يبقى يفكر مع نفسه يبقيها على هون هون يعني إهانة مذلة يعتبرها مذلة هذه أم يدسه في التراب إلهاء ضمير المذكر يعني هذا المولود هذا المولود يدسه يعني بالقوة كما حكيت القصة اللي كان البنت كانت تتوسل بأبها أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم شنها الحكم شنها القانون شنها الاعتبار للمرأة هالشكل يعني ألا ساء ما يحكم طبعا احنا الآن عادي عندنا لأن الحمد لله بفضل رسول الله وبفضل الدين والقرآن هذه العقلية والثقافة السخيفة راحت من أمتنا ولكن ذاك اليوم كان جدا قاسي هذه الآيات يعني كانوا يتعجبون ليش النبي يقول الشكل بس شوف إشقيد أثر النبي إشقيد غير إشقيد تحمل الصعاب حتى هذه الأمة تتغير أخلاقها ألا ساء ما يحكم ولكن قلت لكم الآن المدنية الحديثة غيرتها جابت بأسلوب ثاني الدعار والخلاع وعدم احترام المرأة واستغلال المرأة لأجل البضائع لأجل الشركات لأجل البيع هذا أيضا نوع من الجاهلية للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ذاك اليوم كل شيء قبيح كانوا ينسبونه إلى الله مع الأسف استجير بالله هذا مثل السوء المثل يعني العبارات الكلمات التي واحد ينسبها إلى شخص أو إلى أمة إلى مثلا يقول فلان هذا أحمق مثلا استغفر الله فلان ما يفتهم فلان شعب شعب بايخ هذه الكلمات يسموها المثل مو مثل بمعنى المثل الذي نضرب مثلها الأسماء والعبارات التي تطلق على الشخص على الأمة على العشيرة إذا كانت عبارات سيئة يسموها المثل السوء وإذا كانت عبارات جيدة لطيفة مؤدمة يسموها المثل الحسن كانوا ينسبون الأمثال السيئة لله سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء اللي من يعتب بالآخرة هو الذي يجب أن ينسب عليه إليه مثل السوء ولله المثل الأعلى كل الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى العليم العليم القدير الحكيم الكريم الكريم الرحيم الرحمن الرؤوف الشفيق الرفيق كل الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تقرؤون دعاء الجوشن في ليالي القدر كل الأسماء الحسنى لله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يذله أحد وحكيم يجعل كل شيء في موضعه طيب بعدين ينصح الله يقول شوفوا يا ناس إذا أنا يريد آخذكم كلكم بإمكاني حقيقة يعني واحد يفكر الآن يفكر يعني في شيء يمنع الله أستغفر الله لا شيء يمنعه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة يعني يستطيع الله بقدرته أن يأخذ كل دابة على الأرض دابة يعني الذي يمشي الذي يدب طيب ليش ميأخذ هذا انذار للمشركين مو كان يقول أنه عذاب يأتي يقول أنا بقدرة أن أسوي هذا الشيء الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة فلماذا ما يسوي ولكن يؤخرهم ليش يؤخرهم لأجل أن يمكن أن يهتدي يمكن أن يغير يمكن أن يتوب وهذا من لطفه سبحانه وتعالى من كرمه من رحمته علينا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم يعني يؤخر الناس إلى أجل مسمى أجل لكل واحد ولا نعرف هذا الأجل الإنسان له أجل والأمة لها أجل أيضا أمم الآن تقرأ بالتاريخ أمة فرعون الفراعنة حكموا 2600 سنة مقليلة يعني الفراعنة سلسلتهم نمرود ما أدري الفرس الرومان اقرأ في التاريخ أمة لها أجل أيضا أمة تنتهي تروح أصلا تذوب والأشخاص ينتهون يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم أجل الأمة أو أجل الشخص لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون يستأخرون يعني شيئا لا يستطيعون طلب التأخير مثلا فلان زيد في يوم الثلاثة الساعة الثانية بعد الظهر يأتي أجله يريد أن يؤخره لحظة فقط ساعة في اللغة العربية ليس ستين دقيقة نحن نخل ستين دقيقة نعبر عنها ساعة يعني فترة من الزمن ولو قليلة هل يستطيع أن يؤخر هذا الأجل ولو دقيقة ما يقدر بعض الناس يريدون يستقدمون يستقدمون مثلا أكو بعض المرضى الله يشفي مرضاكم أحنا معدنا هالشكل في بعض عوائلنا يقول ليش ما أنا ما أموت يريد يستقدم مو يستأخر يعني يريد أن يقدم أجله بدال ما يموت بعد سنة يموت اليوم مثلا هذا ما يقدر إلا هذا ينتحر والانتحار حرام لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب هذه عادة كانت عند العرب الجاهلي أنه كانوا كل ما يكرهونه ينسبونه إلى الله وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يعني الأمثال الحسنى ينسبونها إلى أنفسهم الآن من الشكل إحنا وأحنا وأحنا لا جرم لا جرم يعني حقا حقيقة بدون أي تردد لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون مفرطون يعني يؤخذون بدون اختيار إلى النار تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسول الله هذا الشيء الذي تراه عند الناس في الجزيرة العربية أو في غير الجزيرة العربية هذا ليس في شيء جديد قبلك كان هو الشكل تالله تأت القسم للتأكيد الشديد يعني إذا واحد يقول والله قسم بالله قسم تالله قسم إذا جيت بالتأ جدا قسم شديد هذا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسول الله أيضا اجوا أنبياء إلى الأمم السابقة شنو صار فزين لهم الشيطان أعمالهم مو بالجابر طبعا دائما نقول الشيطان يزين يقول خوشي هذا سوي ويترك الإنسان الشيطان يزين ولكن الإنسان حر مختار يقدر يقاوم ما يقاوم يقبل تزيين الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم اليوم وليهم هو الشيطان اليوم يمكن إشارة إلى يوم القيامة ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هنا هذه الآية جدا مهمة ردت أن أترك وباشر أخير شفت لا بعد أكو وقت شم دقيقة شوفوا إخواني القرآن كتاب الله لا شك كلنا نقبل بعد شنو حاجة لشخص آخر يجي يشرح لنا يعني بأي مناسبة ليش لأنه القرآن كتاب حمال ذو وجوه يعني أنت تقدر أنت تستفيد من آية قرآنية لغرض فكري أنت ترتقيه وتجيب بالصور الآن صاير بعد الآن شوفوا المدارس الثقافية الموجودة المذاهب كل واحد يأخذ آية من القرآن ويستدل بهذه الآية على مرامه على هدفه الحل شنو الحل القرآن اللي هو الكتاب المنزل والرسول إذا ماكو رسول مع القرآن كل واحد يقدر يسوي أي دين بعد خمسين دين يصير المشكلة هنا بدون أن نريد أن نعرج على أمور طائفية نحن نحن بحث قضايا فكرية المشكلة التي حدثت في أمتنا أنه الرسول صلى الله عليه وآله 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 عاش في الأمة 23 سنة 13 سنة وكل كان في ضيم وحصار ابتصادي ومشاكل في مكة بعدين إذا أجأ لما أجأ إلى المدينة 10 سنوات على قيد الحياة قيدا حروب ومشاكل من بدر إلى الحنين إلى فتح مكة إلى تبوك إلى خيبر إلى آخره تقريبا 83 حرب وغزوة وسرية فرضت على رسول الله هو ما أقدم عليها فقط دفاع كان يسوي حروب رسول الله كلها دفاعية ليس هجومية هذا إلى بحث آخر طيب رسول الله مثل بقية البشر إنك ميت وإنهم ميت بالنتيجة يموت أودع في الأمة من يبين هذه الآية تريد أن تبين هذه المعادلة بدون شخص معصوم يبين للأمة ما ممكن لأنه اختلاف يصير بعد وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه يعني الكتاب واحد ما يكفي كفانا كتاب الله مقولة غير صحيحة ليش لأن أنا رأي هذا أنت رأيك هذا الأخ رأي هذا خمسين ألف مسلم ملايين المسلمين كل واحد إلي رأيه هذا كم دين يصير فيجب أن النبي يبين وضرورة نصب الإمام بعد رسول الله وهذا العقل يقول يعني أنه بابا بعد رسول الله منه يدير الأمة إذا اختلفنا ولذا يروحوا بالتاريخ تشوفون الحكومة الظاهرية كانت بيد الخلفاء الثلاثة عندما يختلفون على شيء ما يعرفون شي سوون يجون يا علي تعال يا أمير المؤمن تعال حل المشكلة في الأمور العصيبة طبعا وبعضهم قالوا لا ما يلتفت إلى علي بن أبي الطالب فبالنتيجة الرسول والإمام ضرورة عقلية لمسيرة الدين التفتوا إلى الآية وما أنزلنا عليك الكتاب أنزلنا على الكتاب خلص بلغ الكتاب للمسلمين وخلص لا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أنت لازم تبين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون عندما تبين لبعض الناس هدى لبعض الناس ضلالة ما يقبل والتاريخ دال على هذا لبعض الناس بيانك رحمة ولبعض الناس بيانك نقمة لمن هدى ورحمة لقوم يؤمنون أقرأ لكم حديث وأنهي هذه الليلة أنس بن مالك معروف بعد كان عند رسول الله دائما قال رسول الله هو ينقل في اليوم قال لي رسول الله يا أنس اسكب لي وضوءا يعني ما يوضوء فعمدت فسكبت له وضوءا فأعلمته فخرج فتوضى بسرعة أقرأ لأن الوقت متأخر ثم عاد إلى البيت إلى مجلسه ثم رفع رأسه فقال يا أنس قلت نعم قال أول من يدخل يقول أنا كنت ورسول الله ما كان أحد في بيته أول من يدخل راح يكون منه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجل بس ما قال منه قال اعرف يا أنس أول من يدق علينا الباب يكون أمير المؤمنين يقول أنا ذاك اليوم أنا ما أدري أمير المؤمنين كلمة جديدة عليه رسول الله أمير المؤمنين منه قال أنس فقلت بيني وبين نفسي اللهم اجعله رجلا من قومي لا لا يتيسر واحد من قومي يكون لأن هذا وسام وسام شرف أمير المؤمنين سيد المسلمين وقائد الغر المحجري قال فإذا أنا بباب الدار يقرع فخرجت ففتحت فإذا علي بن أبي طالب أنا كنت قاري هذا الحديث بس بهالتفصيل ما كنت شايفه لطيفة استمعوا إليها فدخل منه علي فتمشى فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله حين رأاه وثب على قدمي قام مستبشرا يضحك فلم يزل قائما نحن لما نوقف لواحد نقعد بسرعة بعد لا وقف إلى أن إجه وعلي يتمشى حتى دخل عليه البيت فاعتنقه رسول الله فرأيت رسول الله يمسح بكفه وجه وجه منه وجه نفسه يمسح بكفه وجهه ليش لأن كان طالع من الوضوء الوضوء بعد الرطوبة والماء موجودة في وجهه فجعل فرأيت رسول الله يمسح بكفه وجهه فيمسح به وجه علي يأخذ من وضوء يمسح وجه علي شنوه ويمسح عن وجه علي بكفه فيمسح به وجهه يعني وجه منه رسول الله شوية ما يبقى شوية وضوء ما اللي على وجهه يمسح على وجه علي بعد نفس الرطوبة الموجودة هناك يأخذ يمسح على وجهه يتبار كان فيمسح عن وجه علي بكفه فيمسح به وجهه يعني وجه نفسه فقال له علي يا رسول الله لقد صنعت بي اليوم شيئا ما صنعت بي قط انت تحترمني تستقبلني صحيح بس هاليوم شفت فتحالة عجيبة يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وما يمنعني بيش ما اسوي شفوا لازم واحد يكون موجود ومن يكون أنس ابن مالك أنس ابن مالك السنة يقبلونه حتما وما يمنعني وأن توصي هاي واضح وخليفتي هاي مواضحة هاي العبارة مهمة عندي والذي يبين لهم الذي يختلفون فيه بعدي اردوا إلى الآية وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه قل بعد رسول الله منه علي اقرأ العبارة مع ثلاث ثانية فقال رسول الله وما يمنعني وأنت وصي وخليفتي والذي يبين لهم الذي يختلفون فيه بعدي وتسمعهم نبوتي تسمعهم نبوتي بعد أهل هواية يعني يجي ناس ميدرون أنت تسمعهم نبوتي بعد بعد الموعظ الأخير نترك اللهم اجعلنا على الطريق الصحيح الصحيح يا الله اللهم اجعلنا من ولاة أمير المؤمنين اللهم اجعله شفيعا لنا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 الله